بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام من المشاهدين والمشاهدات هذه هي الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة إشراقات رمضانية وهي تحت عنوان الصوم مفتاح باب الريان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الجنة جعل لها أبوابا ثمانية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأخبر أن لكل عمل بابا فباب الصلاة لأهل الصلاة وباب الصدقة لأهل الصدقة وباب الجهاد لأهل الجهاد وباب الصيام أو باب الريان لأهل الصيام باب أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم الصائمون الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا ويجتهدون في صيام أيام النافلة طيلة السنة أيام الخير مواسيم الخير يحرصون عليها الجنة أيها الأحبة الجنة إذا ذكرت عند المؤمنين إذا ذكرها المؤمنون تهفو إليها النفوس تهفو إليها النفوس وتشتاق إليها الأرواح والقلوب الجنة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى حينما تسمع الآيات التي تتحدث عن أنهار الجنة وعن أشجار الجنة وعن نعيم الجنة وعن لباس الجنة كيف لا تشتاق كيف لا تشتاق أيها المؤمن إلى هذا النعيم المقيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف لا تهفو نفسك كيف لا يشتاق قلبك إلى هذا النعيم لكن مع هذا الاشتياق ومع هذا الشوق ينبغي أن يكون هناك عمل العمل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من أراد الآخرة من أراد الجنة من أراد هذا النعيم وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها اجدهد لها اجدهادها شمر لها تشميرها شمر على ساعد الجد اجدهد في الأعمال الصالحة لكي ينالها لكي يدخلها كما قال الصحابة نحن المشمرون لها إن شاء الله نحن المشمرون لها إن شاء الله فلذلك كانوا يتسابقون إلى الخير ويجتهدون يقينا يقينا في نعيم الجنة فإذا كنت موقنا بهذا النعيم فلابد أن تجتهد له ومما يعينك على هذا الاجتهاد هذه الأجواء الإيمانية وهذه الأجواء الربانية التي تعيشها في رمضان هذه الأجواء الإيمانية التي تعيشها في هذا الشهر ترى المؤمنين يتسابقون إلى المساجد يتسابقون إلى صلاة التراويح يتسابقون إلى الصف الأول يتسابقون إلى أن يلجوا وأن يكتبوا في صحائف الملائكة الذين يقفون في أبواب المساجد قبل دخول المصلين إليها نعم أيها المسلم إذا كنت على يقين أيها المسلم وإذا كنت على يقين أيها المسلمة على حقيقة الجنة ونعيم الجنة وما أعده الله من النعيم في الجنة فلابد من العمل ولابد من الاجتهاد الجنة لا تنال بالأمان الجنة لا تنال بالأمان نريد الجنة نحب الجنة نبغيو الجنة لكن بدون عمل لا بد من العمل لا بد من الاجتهاد وأنت أيها الإنسان أيها المسلم في عملك الدنيوي تعلم أن الاجتهاد يأتي بالثمرة يأتي بالنجاح وبدون اجتهاد وبدون عمل لا تكون هناك ثمرة ولا يكون هناك نجاح فهذا اليقين الذي عندك في الدرهم والدينار ينبغي أن يكون عندك أكثر وأكثر وأكثر في نعيم الجنة في نعيم الجنة وفرصتك هو هذا الشهر لتتسابق إلى دخول باب الريان نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزدحمون غدا على باب الريان وأن نكون ممن يلجون الجنة في باب الريان وأن نجد أسماءنا مكتوبة في باب الريان باب يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين في شهر الخير ومقدمه يليخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر